انتشرت القوات الأمنية بصورة مكثفة في مناطق محافظة ميسان مركزها بالتحديد بعد سلسلة الاغتيالات والأحداث الأمنية التي ضربتها إيهاب المالك والتفاصيل سبعة أيام مضت وكأنها الجحيم ميسان المدينة الهشة أمنيا تقبع على وقع أزيز الرصاص اغتيالات وتصفية جسدية ونزاعات عشائرية وسياسية عنيفة كادت أن تود بحرب أهلية وشيكة مذاك السبوع الفاتعين عشنا أيام فعلا يعني أحتيلك من أرض ميسان من الواقع أيام مرعبة زيان لو لا يعني أيام ما مر على ميسان يعني قبل ورا السقوط وصارت صح الفلات أمني بس ما حتثت هيش يعني ميسان يعني عبارة صارت عبارة عن مدينة أشباح كان أسوأ أسبوع هو بتاريخ محافظة ميسان لأنه مسلسل اغتيالات والقتل والتسليب الأسلحة المنفلتة يعني نصور إحنا حركتنا كانت مقيدة انشلت حركة الحياة من يقدر أنه إحنا نتحرك مثل السابق بداخل المدينة شوائرع المدينة تحولت إلى ثكانات عسكرية مشهد لم يكن مألوفا لدى السكان هنا التجوال في ميسان بات صعبا بأمر من الصلاح المنفلت فلا صوت يعلو على صوت الرصاص والعبوات الناسفة صورة هاي ميسان الأمني هذا فوش شهيد واجب هاي نعمار الأمين أبوي محامرة تايا الله وكيكم حكومة ما تحبر واحد قيادة عمليات المحافظة تتحدث عن فرض سلطة القانون رغم صعوبتها فالطابع العشائري لتلك المدينة الصغيرة جغرافيا جعلها تتصدر مشهد القتل والاغتيالات تم وضع خطة أبنية في محافظة ميسان منذ استلامنا لقيادة عمليات ميسان لغرض متابعة المطلوبين وإلقاء القبض عليهم وتم إلقاء القبض على العديد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة خلال هذه الأيام الثلاثة الماضية المدينة الجنوبية كانت مهددة بحرب أهلية وقودها الناس والحجارة لكن سرعان ما توالت البيانات السياسية من زعيم التيار الصدرية السيد مقتدى الصدر حتى لحقها بيان آخر من الشيء قيس الخزعلية الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق وجهات سياسية أخرى جميعها تدعو للتهدئة ونبذ العنف والاختتال ميسان الجريحة منذ سبعة أيام يعمل الجميع هنا على قدب الوساق من أجل عودة الحياة الطبيعية إليها لكن الميسانيون يأملون بأن يتفق الجميع من أجل إيقاف الإقتتال من ميسان إيهاب المالكي قناة الرابعة